المال النادي الاهلي هيلعب ازاي مع سان داونز في جنوب افريقيا لو مسيماني هيلعب نفس الشكل اللعب مع سيمبا يحط تلاتة وسط ملعب مدافعين مع الاربع المدافعين وتبقى بتقطع كرة بس من غير ما يبقى ليك شكل هجومي هتتقطع من سان داونز تغري ماتشة ويل سعين ديه شفنا سان داونز فريق كويس فريق كرة بيلعب كرة ولكن في مساحات في ظهر المدافعين وشفنا في فرص كتيرة ضاعت والاهلك اللي ضربت جزاء وأحرز هدفين طيب لو عمل كده عم مسيماني لعب تلاتة وسط ملعب توفيق وديونج وشلت وشعرف ايه هيبقى الشكل النادي الاهلي سايق جدا وسهل يدخل فيك هدف لان الكرة مش هتروح في نص ملعب سان داونز كتير هتععد سواني وتيجي تاني يبقى انت بتغضي نفسك بنفسك طيب ازاي بقى سان داونز اولا سان داونز مش فريق شرس فريق كرة بيلعب كرة يبقى تلعب عليه بشكل دفاعي مأمن دفاعيا ولكن لما بتقطع كرة يبقى ليك شكل هجومي ازاي تعمل الشكل الهجومي ده تلعب بالاربع المدافعين وتلعب باكرم توفيق ديفندر وديونج ديفندر هدي اتنين وسط ملعب مدافعين قدامهم السولية بس السولية تقوله ما تكملش قوي انت سولية موجود في الحتة دي عشان تضغط على وسط الملعب وفي نفس الوقت تمشي لأفشا افشا يبقى ناحية اليمين يبقى بتلعب بثلاثة فصة الملعب توفيق وديونج والسولية قدامهم وافشا يبقى ناحية اليمين في الدفاع دفاعيا افشا يتجه ناحية اليمين اول ما نقطع الكرة النادي الاهلي افشا يخش خطوطين لجوه يبقى تحت الشريف تتلعب الثلاثة لقصة الملعب دولما يقطعوا يسلموا ياما السولية ياما افشا أفشا بيلف ويلعب بقى للشريف وطهر يبقى طهر في مكانه المعتاد وشريف يبقى أنت بتلعب بالزبط أكين لك أربعة أربعة أتنين دفاعيا لكن هجوميا أفشا بيبقى ثالث المهاجمين بس هو اللي بيلعب للشريف وطهر لازم يبقى لك شكل هجومي طيب الشوت الأولى نطلع على خير صفر صفر أو خطفت هدف خير وبرقة يبقى الشوت الثاني تقدر ترجع أفشا وتنزل واحد مكان طهر يبقى بيلعب تلعب باتنين مهاجمين يتلعب مثلا بحسين الشاحات ناحية اليمين والشريف وتبقى عندك أربعة فصة الملعب سابتين ترجع السولية بقى جنب الاتنين يبقى أنت بتلعب بتلاتة وسط مدافعين اللي هو إيه الخمسة واربعين ديها الأخيرة أن أنت خلاص عايز تضيع وقت وتقفل مساحات وطبقى أنت عايز النتيجة تطلع كده لما لو عملت كده من أول بداية المباراة هتهيج سانداوز عليك وتبقى مشكلة كبيرة أتمنى أتمنى النادي الأهلي بإذن الله يوصل نصف النهائي وإن شاء الله خير برغم أن أنا خايف جدا لأن سانداوز عندها الثقة دلوقتي لعب السانداوز لما لعبت الأهلي هنا آه ده غلبه بس كان واحد صفر وفيه غلطة في الآخر لكن اللعيبة بتاعت سانداوز مش مغضوضة إيه ده ده إحنا التسعين دي قطعنا الأهلي في مصر لما هجلنا هنأكله فإذا فيه ثقة في اللعيبة فلازم تقابل لعيبة سانداوز إن انت ما تبقاش متراجع الورا هتهيجهم عليك أكتر أتمنى النادي الأهلي يسعد إن شاء الله اعمل اشتراك للقناة واعمل مشاركة للفيديو عشان ينتشر بعد إذنك ولايك للفيديو معلش لازم تدعموا القناة جماعة هو نظام اليوتيوب كده لازم الفيديو تدعموا عشان القناة تستمر وأنا استمر معكم إن شاء الله شكرا